وصل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف جاء ذلك تأكيدا على دعم أوروبا لأوكرانيا بينما أعلنت واشنطن عن مساعدة عسكرية أمريكية بقيمة مليار دولار وسيلتقي القادة الرئيس الأوكراني بلاديمار زلناسكي لمناقشة الدعم العسكري وطلب أوكرانيا لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا وتأيد فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا الطلب ولكن على المدى البعيد وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية التحركات الروسية في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي تعهد المستشار الألماني أولاف شولز خلال زيارته لكييفا مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي تعهد بمساعدة أوكرانيا طالما طلب الأمر ذلك وخلال مقابلة نشرتها صحيفة بيرد الألمانية قال شولز إنه لا يريد إظهار التضامن فقط بل يريد أيضا أن يؤكد أن المساعدات التي تنظمها عدة دول أوروبية مالية وإنسانية وأضافت شولز أن هناك مساعدات أيضا فيما يتعلق بالسلاح وأنها ستستمر كذلك كذلك يأتي ذلك في وقت يواجه فيه شولز ضغوطا داخلية بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا حذر الكريملين من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا يأتي التحذير متزامنا مع وصول رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمساشر الألماني أولاف شولز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف وأضاف الكريملين أن إمداد كييف بالأسلحة غير مجدن على الإطلاق وسيؤدي إلى المزيد من الأضرار التي لاحقت بالبلاد معربا عن أمله بأن لا يركز زعماء هذه الدول السلاس ورئيس رومانيا فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضغي المزيد من الأسلحة إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفعتها الجوية أسقطت طائرة تأسو 25 و7 مسيرات أوكرانية في منطقة خيرسون وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونتشكوف قال أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير عدة مواقع عسكرية أوكرانية وقضت على 280 عسكريا أوكرانيا وأضاف كونتشكوف أن قوات الدفاع الصاروخي الروسي تمكنت من إسقاط صواريخ أوكرانية موجهة من طراز بوك إم في مقاطعة سومي واستهدفت موقعا لإصلاح وترميم المركبات والمدرعات العسكرية الأوكرانية في منطقة خاركوب وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت بغارات مباشرة مخازنة ومستودعات أسلحة وذخيرة في منطقة ردلوكوبا أكد حاكم منطقة لوهانسك أن نحو عشرة آلاف مدني ما زالوا موجودين في مدينة سيفرودانسك التي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ أسابيع وأضف أن الجيش الروسي يفقد مئة المقاتلين لكنه يجد جنودا احتياطيين ويستمر بتدمير سيفرودانسك موضحا أن المدينة تتعرض لقصف مستمر وتشهد معارك في الشوارع منذ أسابيع عدة أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين أن أكثر من أربعين دولة من حلفائها قدمت دعم عسكرية لأوكرانيا على خلفية العمليات العسكرية الروسية في هذا البلد وفي بيان له قال بلانكين أن المساعدات الأمنية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها تواصل تعزيز قدرات أوكرانيا لغرض حماية استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات التي تم إرسالها لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بلغت أكثر من 5.6 مليار دولار من جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون عن أمله في إحراز تقدم في تصدير الحبوب الأوكرانية وفي بيان أعرب جونسون خلال محادثة هاتفية مع رئيس الأوكرانية بلوديمار زلناسكي عن أمله في إحراز تقدم بشأن هذه المسألة في الأيام القادمة هذا وتحدثت الأمم المتحدة مرارا عن خطر حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب وتهم الغرب روسيا بمعارضة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية في حين رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهمات موسيقى 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 اشتركوا في القناة